اعتبر الرئيس روسيف لذيمير بوتين أن اتهامه بالذكورية السامة من قبل رئيس الوزراء بريطانيا بوريس جونسون إشارة غير لبقة تماما وذكر بوتين برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشوري التي قررت ذات مرة البدء بعملية عسكرية وذلك ردا على تصليح جونسون بأن بوتين لو كان امرأة ومن الواضح أنه ليس كذلك فاعتقد جازما أنه ما كان سيشن حربا مجنونة وعنيفة بالطريقة التي فعلها وأضاف إذا كنتم تريدون مثلا واضحا على الذكورية السامة فانظروا إلى ما يفعله في أوكرانيا وقال بوتين لوسائل إعلام الروسية في هذا الصدد أود فقط أن أذكر بأحداث التاريخ الحديث عندما قررت مارغريت بدء الأعمال القتالية ضد الأرجنتين من أجل جزر فوكلاند ها هي امرأة اتخذت قرار بدء الأعمال القتالية وأشار إلى أن الجزر المذكورة تقع على مسافة بعيدة جدا من بريطانيا وقال بوتين أين هذه الجزر وأين بريطانيا كل ذلك كانت تملية طموحات امبراطورية لا أكثر ومحاولة لتأكيد الصفة الامبراطورية شكرا